منزل آخر يتهاوى والمشهد يعيد نفسه بعد كل موجة أمطار تضرب الموصل القديمة جدار كاد أن يقتل رجلاً لولا أن حالفه الحظ وهناك مئات المنازل آيلة للسقوط في أي لحظة قرابة 11 ألف وحدة سكنية تضررت بصورة جزئية أو كلية جراء المعارك حتى أصبح بعضها على حافة الهاوية ومع كل عام يمر بغياب التعويضات يزداد حجم الخطر الذي يهدد حياة المدنيين بلدية المدينة تعجز عن إيجاد الحلول بسبب الإجراءات وقلة الدعم وأحياناً أصحاب المنازل لا يوافقون على إزالتها ولا يستطيعون تحمل تكاليف الإزالة وفي بعض الأحيان يكون صاحب المنزل من النازحين وهذا ما يزيد الأمور تعقيداً طبعاً الآليات جداً قليلة المدينة القديمة تحتاج آليات تخصصية تدريع لها المناطق أزيقة ضيقة فنحتاج آليات تخصصية قطاعوا المدينة القديمة وبعد اتصالنا بهم تكفلوا برفع الأنقاض وإزالة ما تبقى من الجدار لكن لا زال هناك مئات المنازل قد تهوي على رؤوس الساكنين في هذه المدينة في أي لحظة أما إدارة المحافظة فهي غائبة عن المشهد من الموصل محمود الجماس قناة التغير ترجمة نانسي قنقر